السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من قناة ماريا كويزين اليوم ان شاء الله راح ندير وصفة خفيفة ضريفة اللي هي حلوة سنيوة بالدوق حلوة التورك والكاوكاو دوقها روعة تمتم توجد باسمي الله في غيسي بيونش راح ندير راح ندير ثلاث حبات طاعة البيض يكونوا بدرجة حرارة المطبخ يعني من الاحسن تخرجوهم مسبقا نضيف عليهم قرصة تعلاملح بهاد الشكل ونزيد نضيف عليهم مغرفة صغيرة تكون مع مراملح تعلفاني ونضيف عليهم كاس داع السكر العادي ساعة الكاس ميتين و ربعين ميلي لتر وما تقولوش بلي كمية السكر راهي كبيرة ما راهيش كبيرة متجيكمش كامل حلوة فارقاند خدجيكم معتدلة في الحلاوة دوكي تشوفوا المكونات الجايين احتفهموني وش رانين اهدر نخلط اللي احتقدوا تستعملوا الباتر ميه هكا غير بيتكم ولا غير بالفوية راح تكون كافية شوفوا اللي هنا راح نضيف عليها مارغارين انا استعملت مارغارين ديما وش راح نضيف راح ندوب المارغارين ونكيل نص كاس تاع المارغارين يعني بنفس الكاس اللي كيلت به السكر نكيل به المارغارين بهاد طريقة وتاني المارغارين متدوبوهاش بزاف غير تشوفوها بلي طلقت روحها سايد طفيو عليها ونجيل لحنا هدك النص كاس اللي قعد لي راح نكملوه بالزيت يعني درت مازيج بين الزيت والمارغارين تحبوه ما ديروش المارغارين ديرو غير الزيت لكم الاختيار ميه باش نجيكم بنينه زياده ديرو مازيج بين الزيت والمارغارين نزيد ندخل الملح هدك المارغارين مع الزيت في باقي المكونات في هاد المرحلة راح نضيف عليهم نص كاس تاع حلوه التورك بنفس الكاس ندير نص كاس حلوه التورك الدور تاع حلوه التورك راح تمد ندوق روحه 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 عبركم هادك الريحه تاع الزيت راح تختفيه تماما الحلوه ديه لكم يجي فيها ريحه ودوق بزاف بنين وتاني تمد قوام بزاف خفيف شوفو ندخل الملح هادك النص كاس تاع حلوه التورك هاد الشكل ونزيد معاهم نص كاس تاع الكاوكاو المازيج بين حلوه التورك والكاوكاو وش نقول لكم شوفو اللي احنا كان قعد له هاد الكاوكاو راح نديره ملفوق يعني حنشبه به ملفوق وش درت سيرتون حيت منو هادك الرطب كامل وضفتوه كما راكوا تشوفو حكا باش ميروح ليش خساره نخلط ملح هادك الكاوكاو نزيد ندخلوه ملح هادك الكاوكاو ملح في باقي المكونات وهادي حلوه تاع سنيوه على بالي بلي كي تجربوها راح تعجبكم بزاف ورح تعتمدوها سهلا مهلا وتقطع كميه ما شاء الله يعني كميه كبيره اللي احنا نجي نضيف النواشف راح نضيف الفارينا راح نضيف زوشكيسان دفعة واحده ونزيد معاهم تلت مغارف كبار تاع الكاكاو البني استعملوا الكاكاو البني وثاني زوشباكية تاع الخميرة ووزن 10 قرام يعني الوحده راحي 10 قرام انا ضفت 20 قرام خميرة كيميائية على هادي اللي قدت لكم ضيفه كاس تاع السكر وما تخافوش شوفو يعني فيها نسبة كبيرة تاع الكاكاو وثاني دي راح سابكم باللي الكاوكاوي نقص من كميه الحلاوه وحلوه ترك ما راحش تجيكم حلوه بزاف يعني حلوه ترك ما تجيش ما تطلقش الحلاوه بزاف فلا في الحلوه ولا في الحاجه اللي نضيفوها لها هادي هي ونبقى نضيف الفارينا بالتدريج حتى نتحصلوا على العجينة تكون طريا هادو كيفاش زيت عمرت اللي اهنا الكاس تالت ونضيفو دفعة واحدة ونزيد الكاس الرابع يعني قدت لكم نجيكم كميه ما شاء الله ونزيد الكاس الرابع وشوفوا اللي اهنا القاومتها كيفاش يجي عامل شوفو الجي طريا بجيش كيما باتصاب لي البنت لالا جي طريا شوية نجي اللي اهنا نحطها دوكوتين راح نجيب البلاتو تاعي تحبوه الحلوة تجيكم خشينه بزاف ديروا في بلاتو يكون 30 على 30 انا ما حبيتها تكون عادي ما راه يخشينه بزاف ما تكون رقيقة بزاف درتها في بلاتو 40 على 30 ندخلها طيبة 180 دراجه كنشوفوها تحمرت من تحت نشعلها من الفوق غير شوية ونطفي عليها ندخل فيها فرشيطة ولا ملاموس ولا كنشوفها نشفة تمكرا هي طابت البنات ما تكتروا لهاش طياب الكويزينياغ تاعكم تكونوا سخنتوها مسباقا باش متجيكم ش نشفة بزاف من داخل يعني هادو هما اسرر ناجحة نجيب اللحناء شوكولات انا استعملت ميتين قرام شوكولات بالحليب استعملت الوجدان ندوبها على حمام مائي بها الطريقة يعني ميتين قرام وحتجيكم هيلة متجيكم خشينه بزاف متجيكم رقيقة يعني جيكم رقيقة متجيكمش خشينه بزاف وهاد شوكولات من الاحسن تكون انها تبقى رقيقة كامل نضيف عليها زوج مغارف كبار تعال الزيت ونحرك كلش كيف كيف ونجيب الحلوة وراح نضيفها كطبقة من فوق ونمشيها كامل علح الوديالي متخافوش البنات كونو برك شوية سريعين باش ما تبرد الكمش بعد الشكل والتزيين الاخير رح ندير شوية تعي الكوكاو كوم خدمناها بالحلوة بالكوكاو مداخل نديروا لها هكا رشوها بالكوكاو ونجي ديركت نقطحها اللي هنا ثاني ملاحظة قطعوها قبل ما تنشفوا لكم هذيك شوكولة غير تشوفوا شوكولة بدت تنشف مشي تكون هكا كامل سائلة غير تشوفوها بدت تنشف قبل ما تتجمد مليح بدت تقطعوا الحلوة ديالكم باش ما تتكسر لكمش يعني لي عندهم بروبلام في الحلوة كي تتكسر لهم سينو إذا بردت لك كامل يعني تجمدت لك هذيك شوكولة من الفوق وجيتي تقطعيها بدت تتكسر لك وش ديريت وحي تسخني الموس ديالك يعني بكل سهولة تسخني الموس ديالك وقطعي يعني كل ما تقطعي روح يسخنيه وارجع لي في كومنت راح يتقطعو لك ما شاء الله تشوفوا اللي هنا قطعتها على 2 وكل جزء قطعته على 2 ونجي اللي هنا من جهة الطولة راح نقطعه على 2 وكل جزء راح نقطعه على 3 تمديلكم كمية ما شاء الله شوفوا يعني الله يبارك كمية الحبات راهي 4 4 في 6 حال 28 حبة يعني الله يبارك وشوفوا الحبة قد من راهي راهي كبيرة وهذا هو شكل نهايتها شوفوا يعني الحبة راهي ما شاء الله حباتها راه مكبار ماشي صغار ودوقتها روحة 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 الريحة تاحة كيتكون طيب ما شاء الله ريحة حلوة ترك مع الكاوكاو مع الكاكاو وش نقول لكم حلوة توجديها في 4 ساعة وتقطع كمية كبيرة والبنة روحة وفي الآخر مع لي يغين قولكم شكرا على المشاهدة إلى وصفة لاحقة إن شاء الله سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر